تمكنت مملكة البحرين من تخطي حاجز الخمسة ملايين فحص مختبري لفيروس كورونا حيث أحرزت المملكة بذلك مرتبة متقدمة عالميا في نسبة الفحوصات لكل ألف شخص ويعد هذا تتويجا لإنجازات الفريق الوطني الطبي طوال فترة مواجهة جائحة كورونا يوما بعد يوم تثبت مملكة البحرين بقيادة الفريق الوطني الطبي قدرتها العالية في مواجهة جائحة فيروس كورونا مواصلة تحقيق إنجازاتها المتتالية في هذا الشأن بدءا من حملات الفحص التي أجرتها منذ بداية الجائحة والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 لتستمر الفحوصات محققة رقما صعبا تجاوز خمسة ملايين فحص حتى يومنا هذا ما يجعل البحرين تحتل مرتبة متقدمة عالميا بدورها عززت أيضا الفحوصات من اكتشاف الكثير من الحالات القائمة بشكل مبكر واحتوائها عبر فريق تتبع أثر المخالطين قبل انتشار الفيروس بشكل أكبر فعملية الرصد الوبائي هي عملية مستمرة ومنتظمة لجمع المعلومات بهدف تحديد الاحتياجات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب هذا واعتمدت فرق الرصد والتتبع أحدث وأنجع الممارسات التي تضمن دقة العمل وسهولة وسرعة الإنجاز مع ضمان عدم المخالطة والتي يتم خلالها الاتصال بجميع الأشخاص في القوائم المحددة والاستفسار منها بعدد من المعلومات التي تساعد فريق الترصد والتقص في اكتشاف الحالات المستوى العالي للفحوصات الذي تجاوز خمسة ملايين فحص انعكس إجابا على الانخفاض السريع والملحوظ لعدد الحالات القائمة إذا ما قورنت بالأعداد السابقة فما ذكرناه ما هو إلا عامل واحد تضاف إليه العوامل الأخرى التي وضعها الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا والتي ساعدت في هذا الانخفاض الكبير اشتركوا في القناة